موسيقى أهلا بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة اليوم واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب أهم العنوين والمنشطات بالإضافة لمقالات الرأي وكمان الأخبار الصادرة في صحف ومجلات النهاردة الـ 22-03-2017 مشاهدينا مع حضراتكم النهاردة هنطالع العدد الجديد من جريدة روزا اليوسف ويسعدني أن يصحبني في هذه الجولة الصحفية الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف الأستاذ محمد خضير برحب بحضرتك أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين أهلا بحضرتك يعني الحقيقة أستاذ محمد معنا موضوعات كتير وكمان متنوعة منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلينا مباشرة نبدأ مشاهدينا بخبر من صدر الصفحة الأولى تقرير الحقيقة عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء وكمان وزير الصناعة بنقرأ العنوان الرئيسي بيقول السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة إجراءات تنفيذ المناطق الصناعية بالمحافظات يعني من العنوان للتفاصيل بسم الله الرحيم في البداية أستاذ حنان كان اجتماع الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بالسيد رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق قبيل وزير التجارة والصناعة كان من أهم الاطلاقات التي تمت أمس من خلال استضافتهم في رئاسة الجمهورية للوصول إلى حلول وإلى التوقف أمام المنشآت الصناعية الجديدة التي تمت خلال الفترة التي فاتت للمفروض الحكومة وتقوم على تنفيذها من خلال إنشاء المدن الصناعية والمدن التعليمية الخاصة بالحرف والصناعات المختلفة بحيث أن تبقى دي هي أهم نقطة تعمل عنصر لجذب الاستثمار وتفتح فرص عمل للشباب لقدروا يشتغلوا فيها من خلال المدن الصناعية دي وده اللي أكد عليه السيد الرئيس الجمهورية في تكلفات الحكومة الواضحة والمحددة بمعايير وبمواعيد محددة بحيث يتم الانتهاء من كافة المدن الصناعية اللي ممكن تم وضع حجر الأساس لها أو كانت مدن موجودة قبل كده وما كانتش موجودة أو ما كانتش فعالة فالاجتماع كان فيه تكلفات محددة بالمواعيد بالدقة بالاستمرار في المشروعات الجديدة للمدن الصناعية الجديدة زي منها مدينة دمياط الجديدة ومدينة الروبيكي اللي هي المفروض كانت خلاص يعني جاري التنفيذ فيها وحيتم الانتهاء منها بحيث دي تقدر توفر فرص للاستثمار وتوفر فرص عمل زي ما ذكرت لحضرتك بحيث أن دي تكون هي من أهم العوامل اللي تفتح وتعمل انتعاش اقتصادية للبلد طب حضرتك دلوقتي ذكرت منطقتين مهمين هي منطقة دمياط الجديدة وكمان الروبيكي يعني احنا دايما فعلا بنعاني من بعض المشكلات فيما يتعلق بالصناعة المحلية إزاي الدولة تتخذ إجراءات بعينها للنهوض بهذه الصناعة مش بس يبقى الموضوع قاصر على منطقتين يبقى نهوض بالمنظومة كلها تمام سؤال حضرتك مهم جدا يا أستاذ حنان لأن فعلا التوجهات كانت محددة بالنسبة لأن ده نموذج للمدن الصناعية اللي المفروض تبقى موجودة وتبقى على قائمة أو على رأس أسف السلع اللي المفروض تبقى موجودة ومتوفرة لدى السوق المحلي وأيضا ضخ الصناعات بتاعتها للسوق العالمي بحيث تبقى فيه منافسة أكتر وبدان نموذج ممكن باقي المدن الصناعية تقدر تقتدي به وتبقى موجودة على السوق المحلي والسوق العالمي بحيث توفر الأساس زي ما حضرتك ذكرتي وتوفر الملتزمات المنزلية لكل الأسر المصرية سواء في مصر أو في العالم العربي أو برا كمان تتصدر إذن نحن نحتاج بشدة لتطوير الصناع المحلية وبالتالي النهوض بالمنظومة الصناعية بشكل عام بالذلط حضرتك طيب خلينا مع حضرتك من الصفحة الأولى ننتقل لخبر أيضا مهم مشاهدينا من الصفحة الثالثة الحقيقة جهود حثيثة بيقوم بيها الأزهر الشريف لمواجهة موجات التطرف بنقرأ على حضرتكم المنشط الرئيسي بيقول الأزهر يطلق استراتيجية جديدة لمواجهة موجات التطرف المنظمة في تصريح لها نعمل على نشر صحيح الدين والرد على المزاعم الضلة عبر السوشيال ميديا يعني قراءة حضرتك الصحفية لهذا الخبر القراءة تتلخص حضرتك من خلال أن المنظمة العالمية لخريج الأزهر على مستوى العالم دي بتعقد مؤتمر سنة وكل سنة فمن خلال المنظمة دي قدروا أن هم يقدروا يطلعوا باستراتيجية ضخمة وكبيرة يحاولوا أنهم يسعوا لتنفيذها خلال الفترة اللي جاية ودي خطوة كويسة من الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب بحيث أنهم يقدروا يقولوا ويوضحوا المفاهيم قصدي المغلوطة لدى الغرب والمفاهيم اللي المفروض أنها بتتناقل عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر والمواقع على الإنترنت دي بتبقى بتنشر أفكار متطرفة شوية وبيقدروا من خلالها يستغلوا الشباب لأعمال متطرفة والأعمال الإرهابية فالمنظمة بتحرس من خلال الملتقى اللي بتعمله كل سنة من خلال مظلة الأزهر الشريف بما أنه هو منبر عالمي لكل الدول الإسلامية بحيث أيضا من خلال الاستراتيجية دي اللي هي أهم بنودها أنهم يتم عمل قوافل دينية وفكرية وثقافية متنوعة على مستوى العالم يقدروا من خلالها خريجي الأزهر دول من كافة أنحاء العالم أنهم يقدروا يوصلوا المفاهيم الصحيحة للأزهر والمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي أن الدين الإسلامي عمره ما بيدعو للعنف وعمر ما بيدعو للتطرف وأن أي تنظمات إرهابية زي داعش وغيره من المنظمات الإرهابية لا تمت للإسلام بشيء ولا تمت للأمة العربية أن هذه القوافل الدينية والفكرية هي كافية للشباب والعقول والأفكار الخاطئة التي تبث في عقول الشباب هل هذه القوافل وهذه المجهودات كافية ولا محتاجين نخاطب الشباب بلغة أخرى نخاطبهم بنفس مستوى تفكيرهم يعني بعض الأساليب المختلفة ربما التي تتخذها المؤسسات الدينية خاصة بالزبط ده جزء حضرتك من الستراتيجية اللي بيقوم عليها الأزهر أنهم يتم الاستعانة بمجموعة من الشباب ومنهم هم الخرجين اللي هم قائمين على المنظمة نفسهم على مستوى الوطن العربي ككل والعالم الإسلامي أنهم يقدروا يعملوا برامج توعية خاصة بيهم تدخل لكل مراكز الشباب وكل الأندية ويتعاملوا من خلال المواقع برضو على الإنترنت أن يبقى فيه جهات معينة زي الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريج الأزهر يقدروا يخطبوا الشباب بنفس اللغة يردوا على فتاويهم يستقبلوا أسئلتهم ويردوا عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي برضو يبقى ده بيرد على الحرب المضادة من المواقع التواصل الاجتماعي اللي بتحاول تهدم في عقول الشباب أو بتضلل في أفكارهم الجزء الآخر منها وهي أن كل الخرجين من الخرجين الأزهر الشريف على مستوى العالم ومن ضمنهم في الخبر ده مذكورة ماليزيا أن هي بتحاول أنهم من خلال الخرجين بتوحها اللي وصل عددهم لأكتر من 70 ألف خريج على مستوى ماليزيا كلها يقدروا من خلال المنتدى العالمي للأزهر الجديد اللي هم شغلين عليه في الفترة دي اللي هيتعامل نهاية العام الحالي حيقدر من خلال المؤتمر ده يبقى رسالة موجهة من شباب الأزهر أو من الخرجين الأزهر لكل العالم وإن قادي ماليزيا من دمن الدول الإسلامية اللي بتحاول أنها تنقل صحيح الإسلام وتحاول من خلال المفاهيم اللي هي وضعتها الاستراتيجية دي أنهم يقدروا يوصلوا للغرب كمان ويوصلوا لكل لغة بتخاطب الشباب بالشكل ده إذن نحن في حاجة لأخذ الدول التي مرت بمثل هذه التجربة كقضوة للمرور من هذه العصرة طيب لسه بنبقى مع خبر مهم جدا يمكن بيشغل بال كل المشاهدين اللي بيتابعونا وهو جهود وزارة التموين في توفير السلع الرئيسية والأساسية في الأسواق أقرأ على حضراتكم المنشط الرئيسي بيقول 50 شركة تبدأ بتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية بسعر 6300 جنيه للطن 6 جنيه ونص سعر الكيلو وكتابة الأسعار على العبوات وإيقاف المضارب المخالفة يعني زي ما بنشوف آليات كثيرة بتقوم بيها وزارة التموين في توفير السلع الأساسية مع هذه الآليات وهذه الإجراءات أيضا لازم يكون في دور لمراقبة التجار وجشع التجار ويعني احتفاظهم بالسلع وبيعها مرة أخرى بأسعار مغالية إزاي الدولة تقدر تعمل كده؟ إزاي ما حدث ذكرت في مقدمتك للخبر ده يا أستاذ حنان إن وزارة التموين من ضمن جهودها أو من ضمن آليات التحكم في عملية الأسعار وفي توفير أكبر قدر من السلع التموينية فكان فيه تم الاتفاق على التعاقد مع 50 شركة ومضارب من مضارب الأرز إنها تقدر توفر كميات كبيرة من الأرز خلال الأربع شهور القادمين بحيث إنها تقدر توفر الكميات المفروض إنها تبقى متوفرة للسوق المحلي اللي يقدر يستهلكه المواطن من الأرز وخصوصا إننا داخلين على شهر رمضان وده بيبقى جزء كبير من استهلاك المواطن المصري إنه يتم استهلاك كمية كبيرة من الأرز فكان ده الهدف أو الخطة الأساسية اللي وزارة التموين من خلالها بتسعى بعد قيادة الدكتور عليم صلحي إنه يقدر يوفر من السلع التموينية زي الأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية فكانت دي مهمة عشان تقدر تضبط الأسعار فكان كباري على الشركات إنها تضع سعر الأرز على الكيس من بره بحيث إنه يقدر المواطن ياخدوا بنفس السعر اللي موجود عليه اللي بتتحمل المقابل له وزارة التموين التكلفة اللي ممكن تتوجه للشركات دي طب إحنا بنشوف دلوقتي جهود كبيرة جدا بتقوم بيها وزارة التموين ليه الحد من ارتفاع الأسعار على نفس المستوى بنشوف الأسعار بترتفع في السوق إزاي نقدر نحقق المعادلة الصعبة وهو يعني ما بين التصريحات اللي بنسمعها والإجراءات اللي بتتخذ وما بين يعني ارتفاع الأسعار على المواطن البسيط الجزء اللي حريك بتسأليه ده خاص بالدور الرقابي المفروض زي ما وزارة التموين بتطلع تصريحات وبتطلع قرارات المفروض إنها تبقى في صالح المواطن مردودها على الشارع ما بيبقاش زي ما بترجو الوزارة فالجزء اللي من عندها المفروض بعد قراراتها إنها تتابع تنفيذ القرارات دي مع المجمعات الاستلاكية ومع المخابز ومع الجامعات الاستلاكية اللي بتوفر السلع للمواطنين أو كمان السوق المحلي الآخر اللي هو بإضافة إلى الجامعات الاستلاكية السوق اللي بيوفر برضو السلع دي زي ما بيضبط الأسعار في المجمعات الاستلاكية والمخابز لازم يقالي دور رقابي أكتر والحكومة تبقى لها ضبطية أكبر في عملية ضبط أي مخالفات للأسعار إذن المتابعة المستمرة تلي مرحلة التصريحات وده اللي ممكن يأثر بشكل على أرض الواقع أي قرار لازم يتبعه متابعة ومرقبة من قبل الحكومة في أي جهة من جهات الرسمية نعم طيب خلينا ننتقل لمشاهدين لخبر آخر بنطلع من الصفحة السادسة بيقول تعينات الحكومة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات خلال شهر يونيو السعيد بيقول الوزارة تتجه لزيادة مخصصات التعليم في الخطة الاستثمارية الجديدة 2017-2018 يعني إزاي ممكن يتم إحداث توازن في توزيع الانفاق الاستثماري في التعليم تحديدا يمكن من أهم الأضايا اللي بتشغل المواطنين برضو هي قضية التعليم وده الجزء اللي كان في الخبر ده اللي الحكومة بتتاهي من تعينات المفروض الحكومية تبقى موجودة بحيث أنه يبقى فيه فرص عمل متوفرة للشباب من خلال الهيئات الحكومية ومن أهمها التعليم لأنه كان فيه أزمة مصارة برضو في نفس الصفحة دي منشور لها خبر خاص بالعملين في وزارة التعليم من المدرسين المساعدين وده يمكن كان مصار شاغل مجموعة كبيرة من الخرجين اللي هم من 2008 إلى 2012 ما كانش يتم التعيين لهم أو الموافقة لتعيينهم فوزارة التعليم عرفنا مؤخرة لأنها بتحاول أنها تسعى لحل المشكلة دي وفيه قرارات جديدة وزير التعليم الجديد بيسعى أنه ياخد بيها بحيث أن يدم يضم الاستراتيجية الجديدة مع الخطة الجديدة مع التعينات الجديدة يقدر ينهض بالمستوى التعليمي اللي احنا شايفينه للأسف في تدنيه يعني خلينا بس نوضح للسادة المشاهدين هذا التصريح خاص بوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة مش وزارة أخرى أو تعيينات حكومية بشكل عين بالزبط لأن دي كانت قضية شاغلة من قبل الناس الخرجين اللي كانوا شغالين كمدارسين مساعدين في المدارس على مستوى المحافظات كلها على مستوى الجمهورية فكان بصراحة عرفنا أن فيه تصريح مؤخرة وأنا كنت قاعد قريب مع وكيل وزارة التربية والتعليم وعرفت منه أنه هيقدر يكمل القصة دي ويقدروا ياخدوا بها قرار بحيث أن يتم تعيينهم ما يتمش العسف بهم طيب ده ممكن يعطي بصيص من الأمل للشباب المتميزة من الحاصلين على يعني ربما تقديرات تعالية ومؤهلات وربما درجات في التعليم أعلى من قرائنهم ممكن نديهم فرصة ولا هي الموضوع مقتصر على سنوات بعينها لا طبعا ده حضرك سؤالك مهم لأن ده بعد ما يتم تعيين العاملين فعلا هيتم فتح يعني ياخد طرق جديدة للتعليم أو طرق جديدة للتوظيف أن يتم الأخذ بالمسابقات اللي كانت مفتوحة قبل كده يا سيدة حنان وكانت بيتم التقديم لها من خلال المسابقات بالأكفأ بالأقدر تقديرا بالأكثر كفاءة بالأكثر خبرة باللي واخد ماجستير باللي حاصل على الدكتوراه يبقى فيه طرق جديدة ترجع زي ما كانت موجودة بغض النظر عن السبل اللي موجودة دلوقتي زي عناصر اللي في تدخل فيها من الوسطى أو المحسوبية في الجهاز الحكومي إذن نحن في حاجة للتخلي بشكل كبير جدا وبشكل نهائي على الوسطى والمحسوبية لأنها يعني بتؤخرنا مش بتقدمنا طيب هنعود من جديد مشاهدينا للصفحة التالتة وهنطالع منها خبر في تصريح لدراسة بتقول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقصد سياحي بحلول عام 2030 يعني ده خبر إيجابي بكل الأشكال إزاي ممكن نستغل هذا التصريح وهذه الدراسة لتعطينا دفع معنوية للأمام وكمان وسط الدول العالم كلها خاصة بعد عودة السياحة الروسية والسياحة الصينية لمصر بالضبط الدراسة دي كانت مترجمة من خلال قسم الترجمة عندنا في الصحيفة وكان موقع فوكاتيف الأخباري كان طلع الدراسة دي وقال إن فيه بوادر خير للشرق الأوسط عموما وإن يحصل فيه انتعاشة سياحية من جديد من خلال فتح التعاون تاني ورفع الحظر من الدول اللي وضعت حظر على مصر أو على بعض الدول في الشرق الأوسط اللي كان فيها خلافات أو كان فيها عوامل تطرف أو إرهاب أو أي منواشات فكانت الدراسة دي بتأكد إن الشرق الأوسط الآن خصب لأنه يستقبل أفواك سياحية وبيتطلع لـ 2020 إن يتم ضخ 195 مليون سائح جديد بيحتاجوا إن يتوفر لهم من 20 لـ 50 مليون دولار فرص عمل جديدة تقدر تنتخل من خلال القطاع السياحي ده فالدراسة بصراحة إيجابية والدراسة أيضا بتلقي الضوء على دور مهم جدا من السياحة في الشرق الأوسط وهو الدور اللي هيقوم به المنتدى العالمي للسياحة العالمية أو العربية اللي هيتم عقده آخر الشهر ده في دبي فبحث أنه يقدر يستفيد من الطرح ده اللي هيطرحه الشرق الأوسط من خلال ضخ العناصر السياحية اللي موجودة فيه والمنتدى يكون فرصة إنه هيكون فيه أكتر من حضور من 20 وزير سياحة على مستوى العالم العربي يقدروا يوصلوا لموحسات ويقدروا يجذبوا عناصر سياحية جديدة للدول في مصر إن شاء الله والشرق الأوسط عموما طيب إحنا بنتكلم في سنة 2030 وإحنا في 2017 يعني حوالي 13 سنة إيه اللي بينقصنا دلوقتي علشان نقدر ننتظر لـ 2030 هي الدراسة معدة يا أستاذ الحنان بحيث أن يبقى فيه يعني طموح بنتمح ليه إنه يقدر يتم الضخ بالعدد اللي قالوا عليه في انخلال الدراسة دي والحليك بسأله عنه ده ده موجود قريدي الحكومة الشغالة عليه وبتقدر تاخد خطوات فيه بحيث أنها مجرد ما دولة بترفع الحظر عن مصر وبيقدر يبقى فيه تدفق بتقدر تتعش وتقدر تقدم عروض سياحية للشركات السياحية اللي بتقدر تستقبل السفر من الخارج طيب خلينا نروح لخبر آخر بنتابعه من الصفحة التاسعة حول نقيب الصحفيين الجديد الأستاذ عبد المحسن سلامة في تصريح ليه عن أزمة قلاش بيقول لا أتدخل في أعمال القضاء يعني أهم ما جاء في تصريحات نقيب الصحفيين دي كانت طبعا معركة انتخابات نقابة الصحفيين الجمعة الماضية كانت من أهم المعارك اللي شهادتها النقابات المهنية في مصر عموما واللي توجد في النهاية بفوز الأستاذ عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام بمنصب نقيب الصحفيين ومعه ستة آخرين من أعضاء المجلس في التجديد النصفي اللي بيتم كل سنتين في نقابة الصحفيين فكان تابع ده طبعا أنه تم استضافة لنقيب الصحفيين في أكثر من برنامج تلفزيوني في القنوات الفضائية بحيث أنهم يتعرفوا على أهم الملامح أو أهم الخطوات أو الإجراءات اللي حيتم تنفيذها خلال تاريخ النقابة الفترة اللي فاتت فكان من أهم الأقضايا اللي كانت بتشغل الرأي العام وبتشغل الصحفيين وبتشغل برضو الوسائل الإعلام أنها تهتم بالقضية الأخيرة اللي خاصة بالقضية المنظورة في القضاء حاليا اللي محكوم فيها على السيد يحيى قلاش النقيب الصحفيين السابق واثنين من أعضاء المجلس هو الأستاذ جمال عبد الرحيم السكرتير العام اللي هو نجح برضو الحالي والأستاذ خالد البلشي اللي كان موجود وكيل أول النقابة ولم يحالفوا للحظ في الفوز في الدورة دي فكانت القضية دي هي قضية الحبس كانت هي دي اللي كانت مصار أسئلة للنقيب الجديد واللي أكد فيها أنه هو ما يقدرش يتدخل في حكام القضاء ولكن عنده طرق مختلفة جديدة يقدر من خلالها أنه يقدر يطالب بها الجهات القضائية هو ما أعلنش عن الطرق المختلفة هو بس هو بيقول من خلال الحكام القضائية اللي هو بيحترمها يقدر يتدخل بصوبه المختلفة لو ما تمش الإفراج عنهم أو البراءة عنهم بالإضافة لأنه هو اتكلم عن الملفات المهنية الكبيرة اللي بتشغل الصحفيين وهي الملف من أزمة الاقتصادية الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها النقابة أو الصحفيين عموما والأزمات الاجتماعية من توفير مسكن وخدمات اجتماعية للسادة والزملاء الصحفيين في كل الصحف وبرضو الانتخابات تووجت برضو بفوز عضاء منهم زميل لنا في جريدة روزا اليوسف الأستاذ أيمان عبد المجيد بقى عضو في مجلس النقابة بالإضافة إلى فوز برضو اتنين معاه تحت السن منهم الأستاذ محمد سعيد عبد الحفيز والأستاذ عمر بدر اللي هو من ضمن أفراد القضية اللي كانوا هم منظورة قدام القضاء هو والنقابة الصحفيين السابع الأستاذ يحيق اللاش فكانت دي لازم الملفات دي يقدر يتوقف عليها النقابة الجديدة ويتناقش فيها بحيث يعرف إيه اللي هيعمله بعد اجتماعه بالتشكيل الجديد للمجلس طيب لازم الموضوع ده يعني خليني أسأل حضرتك أبرز المطالب من قبل الصحفيين أنفسهم من النقيب الجديد المطالب زي ما حضرتك قلت لك في بداية الكلام عن الموضوع ده أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية هي إنقاذ المهنة من القضايا المنظورة زي قضية النقيب الصحفيين واثنين من أعضاء المجلس أو ثلاثة بالإضافة إلى أن التشريعات الجديدة يا أستاذ حنان دي مطلوبة جدا ومهمة جدا الإسراع في إخراجها أن التشريعات الصحفية اللي حيترتب عليها إنشاء قانون جديد لنقابة الصحفيين بعكس القانون الأديم اللي موجود اللي هي بتمشي عليه الانتخابات والنقابة عموما بالإضافة إلى أن التشريعات دي حتساهم في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ومنينها الهيئة الوطنية للإعلام فحيبقى فيه مطالب أساسية لأنه بعد من نقيب يتشكل يقدر يطالب مجلس النواب أنه ينتهي من التشريعات دي بحيث أنه يتبقى مقوم وعنوان رئيسي لمنع الحبس الصحفيين ومنع أي تجاوزات من قبل الصحفيين برضو في نفس الوضع يعني منع الحبس ومنع التجاوزات برضو بفق القانون ويبقى فيه حرية أكتر للصحافة ويبقى فيه خدمات اجتماعية موفرة يبقى المطلب الأساسي هو حماية المهنة وحماية الصحفيين نحن بالطبع نتمنى يعني مزيد من التقدم للصحافة المصرية في العهد الجديد يعني خلونا ننتقل لخبر آخر بنطلع من الصفحة 14 في البداية مشاهدين عايزين نقول قبل الخبر ده كل عام وكل أم مصرية وكل أم في العالم بألف ألف خير بنقرأ الخبر على حضراتكم بيقول عيد الأم من راية الإغريقية لفكرة مصطفى أمين يعني زي جات فكرة عيد الأم؟ فكرة عيد الأم دي كان الأستاذ الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين وعلي أمين كانوا اقترحوها لهم كانوا مؤسسين جريدة الأخبار أو أخبار اليوم فكان الأستاذ مصطفى أمين اقترح فكرة أنه يبقى فيه عيد للأم بحيث أنه يتم الاحتفال به وكانت صراحة فكرته هو من خلال الباب بتاعه اللي كان بيكتبه في الأخبار وعنوان فكرة اللي حاجة ذكرته في العنوان بتاع الخبر فكان من هذا اليوم انطلق بعد كده عيد الأم على مستوى الوطن العربي من خلال فكرة راجل يعني وهو الأستاذ مصطفى وأستاذ علي أمين فدي كانت حاجة كويسة منه أنه يقدر يخلي فيه نموذج كده ليوم لتتويج الأم وإلقاء الضوء على أهم اللي بتدور اللي بتقوم فيه في المجتمع وإن هي أصلا هي اللي بترعى الرجل وترعى الأبناء وبتقدر تخرج جيل عمالقة من كتاب وصحفيين وكافة المجالات اللي موجودة في الإعلام وفي كافة الجهات السياسية والسيادية في مصر فكانت فكرة الموضوع يعني أن زميلة لنا كدبها فكرة يعني راية الإغرقية لفكرة لمصطفى أمين دي كانت فكرة جميلة جدا هي عملها بشكل أنها بتوضح فيها أن المرأة مش بس هي فكرة راية اللي هي كانت في القصة القديمة اللي عملت مصرحية لا ده فيه فكرة عملها مصطفى أمين وهو حول الأم لدور مهم جدا في المجتمع ودور تقدر تلقي من خلاله الأم تم اختيار أم مثالية تم كل عام من خلال وزارة التضامن ومن خلال وزارة الشباب من خلال الجهات كتيرة بتطلع المسابقة دي وبتقدر تعلن عنها أن فيه أم مثالية كل سنة بتطلع من كل جهة طيب يعني هاي سأل حضرتك سؤال ليه مش بنشوف دلوقتي يعني مزيد من الأفكار والأطرحات اللي بيتم طرحها زي ما الكاتب الكبير مصطفى وعلي أمين يعني طرحوا عدة أفكار زي عيد الأم وعيد الحب أعتقد طيب ليه دلوقتي الشباب والمفاكرين مش بيبقى فيه أفكار زي دي مطروحة على الساحة يمكن سؤال حضرتك مهم جدا في الفترة دي لأن المفروض أن زي ما فيه قدوة موجودين من الأجيال الأديمة زي الكاتب الكبير مصطفى أمين وعلي أمين وأنيس منصور وغيرهم من الكتاب اللي كانوا بيتمنوا أفكار إنسانية كبيرة ومن ضمنهم برضو طبعا يعني إحنا بننعي وبنقدم خالص العزاء في وفاة الكاتب والمفاكر الكبير السيد ياسين رحمة الله عليه اللي توفى أمس وده كان يعني يتبر مفاكر الإنسانية في مصر وزي ما حضرتك قلت أنه كان بيوصل للأجيال الجديدة وينمي أفكارهم وبيعمل على تنمية الإنسان قبل تنمية الحجر وأن تنمية البشر مهمة جدا قبل تنمية الحجر فكانوا دول بتبنوا فعلا أفكار نتمنى إن الشباب اليومين دول إنه يقدر يستعين بالأفكار دي ويبقى أفكار الناس العمليقة من الكتاب والكبار إنه هما بيقدروا يكونوا يعني نموذج للشباب اليومين دول ويقدروا يحاولوا يقدروا يتمنوا هذه الأفكار ويطوروا منها ويعملوا مناسبات واحتفالات متألقة بشكل مولفك نعم يعني يمكن ده أهم خبر ويعني أكتر خبر ممكن ننهي بيحل إطنى النهاردة بشكر الكاتب الصحفي واللي نورنا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد خضير الكاتب الصحفي بروزة اليوسف بشكر حضرتك ينسى أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر كميع السادة مشاهدي كذلك مشاهدينا الشكر موصول لحضرتكم واستنونا غدا بإذن الله وحلقة جديدة من الصحافة اليوم إلى اللقاء